طيب لو هتقيم لنا مشروع روي فيتوريا خلال الفترة اللي فاتت مع المنتخب أداءه عمل إزاي؟ القيمة بتاعته كمان عمليه؟ هو على المستوى النظري روي فيتوريا نجح لغاية دلوقتي مع منتخب مصر بنسبة 99% يعني كل المطشاط اللي لعبها روي فيتوريا مع منتخب مصر احنا كسبناها الحمد لله باستثناء مباراة واحدة اللي هي مباراة تونس الودية وبالتالي هو على المستوى الورق لا هو مدرب متميز أهلنا لنهائيات أمم أفريقيا خلاص أهلناه على مستوى تصفيات كاس العالم احنا ماشيين البداية بتاعتنا بداية قوية في تصفيات الموائلة لنهائيات كاس العالم المفروض أن التعاقد الاتحاد الكورة مع فيتوريا حسب ما أعلن المسؤولين في اتحاد الكورة أن احنا هدفنا كاس العالم 2026 يعني هم مش بيقيمهم فيتوريا على نتائجه في أمم أفريقيا احنا كجمهور أو نقاط رياضيين أو إعلام احنا اللي بنقيم فيتوريا على أمم أفريقيا عشان جاءت لها الراجل حتى في المؤتمر الصحفي الأخير قالت أنا ما بوعدش أنا ما بوعدش هو هدفه كاس العالم بس طبعا بالنسبة لمنتخب مصر بالنسبة للجماهيرية بتاعت منتخب مصر تاريخ منتخب مصر النجوم الكباري اللي بيضمهم منتخب مصر ما ينفعش أن احنا نروح مجرد التمثيل المشرف أو أن احنا نروح ونخرج من لا يعني نتخلص بقى من الآفة دي الحقيقة فعلا نفسنا نتخلص من احنا آخر نسختين في أمم أفريقيا وصلنا النهائي يعني في الجابون 2017 وصلنا النهائي بعد كده برضو يعني 19 ما كناش موفقين النسخة الأخيرة وصلنا للمباراة النهائية وخسرنا قدام منتخب السنغال وده كان مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب وبالتالي منتخب مصر لا منتخب مصر يقدر منتخب مصر عنده لعيبة متميزة عندنا دلوقتي لعيبة فيها خبرات بالنسبة للمحترفين اللي برة محمد صلاح ده الوحد يعني نص القوة المنتخب المصري كل المنتخبات وكل الشعوب الأفريقية جمهير العالم كلها بتبقى شايفة محمد صلاح وأنا متأكد أنه محمد صلاح ده يبقى له وضع خاص في بطولة أبي جيال لأن نجم فوق العادة طبعا مقصر الدنيا في الدوري الإنجليزي وهدف الدوري الإنجليزي حاليا متفاوك على ناس كبار زي هلند وغيرهم النجوم اللي موجودين في الدوري الإنجليزي وبالتالي انت كمنتخب مصر لا احنا نقدر ان احنا نروح ونقول ان احنا هننافس طبعا مفيش منتخب في العالم يقول لك انا هكسب البطولة بنسبة 100% ولكن احنا راحين ننافس على بطولة أمم أفراك لأنه ما تقدرش تغفل ان في منتخبات لا في منطهى القوة منتخب السنغال ده منتخب خطير جدا منتخب المغرب رابع العالم منتخب كودو فار هو صاحب الأرض والجمهور وعنده كتيبة من المحترفين في الخارج منتخب الجزائر ما بقولش الكلام ده علشان يعني ان احنا خلاص بنرم الفوتو لا هم برضو منتخبات قوية ولكن في النهاية احنا منتخب مصر منتخب الفرعنة اشتركوا في القناة